أول نصيحة الحقيقة عايزة أقول كلمة عن علاقة المواد الغذائية دي كلها ببعضها وإزاي إن التوازن وعدم المبلغة وبرضو عدم التهاون هم مفتاح الحصول على كل فوائد الأغذية هضرب لكم مثل يعني عشان تفهموا قصد أنا قلت لكم مثلا إن الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس بس في الوقت نفسه لو زادت جرعات الزنك والحديد خصوصا في المركبات الدوائية اللي بنقعد ناخدها دي يقوم الجسم ما يمتصش النحاس فهمتوا قصدي؟ يعني كل حاجة لازم تبقى بالمعقول ولازم تبقى بالمضبوط نفس الحكاية مثلا لما تزيد مركبات فيتامين به فيتامين به المركب فيه كده دواء كده قراص يقولك فيتامين به كومبليكس المركب حلو حلو آه بس لو زاد عن الحد في الجسم ها تقل يقل الكالسيوم فدي حاجات مهمة قوي التوازن يا جماعة مطلوب لا مطلوب ان احنا نبقى أوفر ونبقى زيادة عن اللزوم في أخذ الأدوية والفيتامينات والمعادن وأنا أظن يعني ما بتزهقوا مني لما أقول لكم الفيتامينات والمعادن دي أدوية المركبات الدوائية فيتامينات والمعادن مصادر غذائية كله زي ما انتوا عايزين بس برضو ما تزودوش يعني كله زي ما انتوا عايزين واستفيدوا وخلوا أجسامكم تستفيد وكل الأعمار هتستفيد الأطفال وكبار السن والشباب والزوجات والبنات والولاد الصغار وهكذا تمام طيب تاني نصيحة عايزة أقولها أنه لازم بقى فيه ضرورة للتركيز والوعي الحقيقي بقيمة المواد الغذائية زي ما لسه بقول في صورها الطبيعية وعدم الاستسهال أو اللجوء للمركبات الدوائية إلا في الضرورات الطبية فقط ما فيه حاجة اسمها الضرورة الطبية يعني فيه مثلا زوجة حامل ومستوى الحديد عندها ناقص فالدكتور أو الدكتورة اللي بتابعوها قرروا أنهم لازم تاخد حديد لازم تاخد فوليك أسد ليه؟ فيه مصادر غذائية مهمة على فكرة كل الدكتورة الكويسين يقولك اوعي تهملي في الأكل يقوله للزوجة الحامل كده لازم تاكلي كذا وكذا 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 وتاكلي كبدة مرة في الأسبوع وتاكلي لحمة وتاكلي عتس وتاكلي رمان أو تشرب عصير رمان وهكذا خلاص لكن ممكن يكون فيه احتياجي بقى دي سمعها ضرورة طبية إنما بلاش اللي هو إيه نقوم كده الصبحية ناخد فيتامين بيه المركب وناخد زينكو وناخد فيتامين سي وناخد يا عم طب ما تاكلوا الحاجات دي ما هي موجودة في عناصر غذائية جميلة وفرش ومش دخلة في عملية دوائية وهكذا دي نصيحة مهمة برضو أوي أحب أن أنا أقولها لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر